قال فلتان الفلاني اجعلوني برلماني اشتهي رفع الاياد حين احني هامشاني الشاعر الفيروزي صاحب ديوان المير الذي خص به المنتخبين بهجاء لا ذعى يصبح عضوا منتخبا في المجلس الشعبي لولاية بسكرة بموجب انتخابات السابع والعشرين نوفمبر الفان وواحد وعشرين فعلا انا كنت اهجو المترشحين والمتخبين في العهدات السابقة التي كنت ارى فيها الكثير من التزوير الذي اراه بعيني صراحة جاءت فكرة الترشح لاحداث شيء من التغيير ما كان الفيروزي يرسمه بتهكم في قصائده حول الانتخابات تجنبه في حملته الانتخابية حتى لا يقع في تناقض لم تكن حملة مادية ولا ليست فيها مأدوبات ولا شخشوخة كما يقال ولا زردة ولا كرنبال لم اقم اي تجمع سياسي او تجمع حزبي كنت اسير الى الاصدقاء واكلمهم واحدثهم واهاتفهم واتواصل معهم بالفيسبوك كثير مهج الفيروزي المجالس المنتخب من القاعدة الى القمة وها هو يولي وجهته شطر المجلس الشعبي الولائي سأرافع بكل صراحة لصالح منطقة دائرة ارلا التي هي محرومة جدا في مشاريع التنمية والكهرباء والفلاحة وغير ذلك ثم في الدرجة الثانية سأرافع لصالح الثقافة ترشح 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 فكل اناء بما فيه ينضح بارضي تصير البغاث نسورا تطير الارانب والفأر ينبح حبد لو اجدوا شاعرا يهجوني لانني اصبحت الان منتخبا كما هجوتهم في السابق وبالاكيد هناك الكثير من الاصدقاء الشعراء الذين عتبوا علي وعلقوا تعليقات ربما ساخرة ايضا لما اعلنت وترشح عبر الفيسبوك وانا لألومهم واعذرهم واتمنى ان تصدر منهم قصائد جميلة في هجائي اخيرا وجد الفيروزي نفسه وسط هيئة منتخبة متعددة المشارب السياسية وسعوا له مجال الرؤية لكتابة المزيد من قصائد الهجاء وربما قصائد المدح